موسيقى السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أجدد بكم الترحب ونواصلون الروسنا من خلال التعليم عن بعد لفائدة تلامذة مؤسسة دعاء الديبوني للتعليم الخصوصي إذن سنكمل على حكايتنا بعنوان الفأرات الثلاث في الحصة الرابعة والخامسة مادة اللغة العربية إذن الأهداف التي نسعى في تحقيقها في هذه الحصص السرد والسثمار المعجم والتراكيب سنتعرف على بعض الكلمات وشرحها وأيضا بعض الأساليب المستعملة في هذه الحكاية إذن للتذكير إذن لنتذكر مقطع البداية إذن تبتدئ الحكاية من كانت هناك فأرات ثلاث يذهبن معا لسرقة الزيت من الجرار الواسعة الآن أحداث ما بعد الحكاية إذن لخصتها في حدثين رئيس رئيسين وهما أحد إيجاد الفأرات لكمية ضئيلة من الزيت في قعر الجرة واجتماعهن للاتفاق على حيلة للوصول إليها الحدث الثاني الشروع في تنفيذ الخطة وعدم التزام الفأرات بالاتفاق وفي مقطع النهاية سأقرأه سنتذكره جميعا سقطنا الفأرات الثلاث جميعهن داخل الجرة ولم يستطعنا الخروج منها ولقين جزاء طمعهن وشرهاتهن إذن هذا هو مقطع النهاية إذن قمنا بالتذكير وبسرد كل مقطعا حدا إذن بالنسبة لاستثمار المعجن إذن لنتذكر الجملة الموجودة في الحكاية كانت الجرار واسعة كانت الجرار واسعة إذن هنا أخذت كلمة واسعة إذن وضعتها في خطاة إذا خطاة فيها معناها وضدها وأيضا نوعها وركبتها في جملة إذن لاحظوا جيدا واسعة شرحها أي فسيحة ضدها ضيقة نوعها اسم إذن الجملة التي وضعتها لكم كمثال تعيش الحيوانات في الغابة الواسعة أيضا عندنا كانت كمية الزيت ضئيلة إذن ما معنى ضئيلة؟ ضئيلة معناها أي ضعيفة وقليلة أي الكمية التي وجدوها الفأرات الثلاث وجدناها الفأرات الثلاث في الجرار كانت ضئيلة جدا أي قليلة إذن وأيضا إذا تذكرتم أن الفأرات الثلاث تفقنا على احترام قرارهن إذن إذا أخذنا كلمة احترام قمنا كما هو مبين في الخطاطة قمت باشتقاق هذه الكلمة أي عائلة كلمة احترام إذن عندنا أحترم يحترم محترم محترمون محترم الآن سننتقل إلى استثمار التراكيب والأساليب إذن لنقرأ هذه الجملة الأولى جميعا سقطت الفأرات الثلاث جميعهن داخل الجرار إذن لنوضف كلمات جميع مثل إذن وضعت جملة أخرى حضرت تلاميد جميعهم إلى الفصل حضرت تلاميد جميعهم إلى الفصل سمعت زقزقة العصافير جميعهم سمعت زقزقة العصافير جميعهم إذن كلمة جميعهن وأيضا جميعهم سأطالبكم بتوظيفها أنتم أيضا في جمال إذن هذه هي الكلمة التي تعرفنا عليها في هذه الحكاية من أساليب أن الأساليب التركيبية وفي الجملة الأخرى عندنا في إحدى المرات وجدنا الفأرات كمية ضئيلة من الزيت أنظروا الذي كتبته بلون مغاير في إحدى المرات مثلا وضعت جملة في إحدى المرات ذهبنا إلى نزهة حاولوا أنتم أيضا أعزاء الصغار عزيزات الصغيرات توظيف هذه الكلمات في الجمل والتمر عليها تنبيد صوفيق وإلى حصص أخرى من حكايتنا المشوقة ترجمة نانسي قنقر